براءة امام عشور من تهمة التعدي على فرض الامن باحد مولاد الشيخ زايد. النهاردة رسميا محكمة جنح الشيخ زايد قدت ببراءة امام عشور من التهمة الموجهة اليه. واصبح كده فرض الامن والمحامي بتاعه في الشوية الامور اللي عملوها الفترة اللي فاتت كضغط على امام عشور وكل الاهلوية كانوا قلقانين. المطش بكرة مع سيراميكا يا ترى لو الحكم جي النهاردة على امام هيبقى اداء وايه? اعتقد كده امام بعد انقضاء الدعوة هيبقى كده مزاجه رايق بكرة ومفوض يفرجنا بقى امام لان الناس كلها مستنية. انا حابب اقول لك في الفيديو دوت اللي ما تقلش على مدار التحقيقات كلها. يعني الكلام اللي جاي ده كلام حصري. ماذا قال امام عشور وزوجته في تحقيقات النيابة? ده يصنف انفراد لان كلنا عرفنا القصة دي والقضية لكن محدش سمع ايه اللي حصل بالزبط. عشان كده حابب ان انا اقوله لحضراتكم. اللي عاوز اقول لكم ان امام عشور في التحقيقات بتاعت النيابة قال ايه بقى يا جماعة? قال اه اه ان هو حصل اللي حصل بالزبط. ان هو كان في الرحاب في التجمع الخامس. يعني امام كان في الرحاب في التجمع الخامس. وكان مع صاحبه اسمه محمود. تمام? وجاله تليفون من مراته بتقول له امام الحا في شباب بيعاكسوني وعايزيني اكلم معاز اهدي معاز ده اللي هو اخو مراته. اخو مراته الكبير. الشباب اللي كانوا بيعاكس مراته في وقت دخول السنمة. هي قالت له خد هدي معاز لان معاز عصبي وهيعمل مصيبة. اللي هو اخو مراته. فمعاز بقى اه عشان ما يعملش مشكلة كلم اه عمر اخو مراته الكبير. وقال له ان المعاز خليه يهدي شوية. يعني هو ما عرفش يوصل لمعاز فكلم عمر بقى اخوها التاني. قال له هدي معاز شوية وخليكم متعملوش اي حاجة الخالص لغاية ما جيلكنا من الرحاب عليكم في المول على طول. فبالتالي هو كان قريدي لما تلقى المكالمة دي من مراته. كلم اخو مراته عشان يهديه عشان ما يعملوش مصيبة او مشكلة مع التحرش على مراته. لغاية ما يوصل من الرحاب لغاية الشيخ زي. طيب. وقال له انا عندما اجي قريدي نتحفز على العيال خلي بتاعه الامن. اخد بالك بقى من دي. كلموا بتاعه امن المول عشان يمسكوا الاولاد اللي بتحرشوا بمراتي. عشان انا اول ما وصلوك هناخده نروح نعمل محضر بالواقع. هكذا قال امام عشور في التحقيقات. مراته كمان قالت ايه بقى? قالت ان يوم اللي اربع اللي هي كترايحة في السيمة ده مع اخوتها واهلها. وبعد شباكة تذاكر كده على اليمين. بتقول بعد الشباكة على اليمين. سمعت ناس ورها بيقولولها ايه? دي مرات امام عشور. شكلها كده دي مرات امام عشور. ودي حجم كبير ودي بطل ووحش. وكلام من اللي هو التحرش اللفزي. فبالتالي كان الموضوع ارتكى ليه اه تنبيت بالكلام وتحرش لفزي وليس اه اه تحرش جسدي او حد لمسها او حاج. دي كانت اقوال مرات امام ودي كانت اقوال اه امام. بشكلها او باخر نتفق بمجرد ما تبقى الدعوة بتنقضي يبقى فيه براءة الامام عشور يبقى واضح ان الموضوع فعلا كانت تفاصيله غير ما الاعلام صوره. او ان الموضوع ان امام بجاب بلتقية ودخل ضرب فرض الامن والكلام ده كلمة واحدة بس. الحكم عنوان الحقيقة. وطالما الحكم براء امام يبقى فرض الامن هو اللي كان بيحاول وبيفكر يبتز. وبالتالي المحكمة رائد ده في حيثيات القضية وحكمت براءة امام. خلصت القضية وريني بقى عم امام هتعمل لنا ايه في السوبر سواء مع سراميكا او الفايز من بن براميدز والزمالك.